أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن متابعة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن وتقديمهم للمسائلة سواء الوطنية أو الدولية هي في صدارة مهام منظمات حقوق الإنسان والفاعلين الدوليين وقال بيان المركز في اختام نادوة عن التعذيب في اليمن بمناسبة اليوم العالمي لمساندة طحايا التعذيب أن هناك ما لا يقل عن 13 ألف معتقل ومختطف ومخف قسري يقبعون في نحف 300 سجن في اليمن تتبع الأطراف المختلفة ولكن تبقى سجون ميليشيا الحوثي الأكثر بشعة في مبارسة التعذيب الممنهجة والإخفاء القسري وفي الندوة التي نظمت عبر تقنية الاتصال المري أقدم الدكتور عبدالقادر القنيج شهادة حية عن تجربة عام كامل في أقبية السجون الحوثية وتنقله خلال عام في 15 معتقلا بصنعاء مؤكدا أنها كلها كانت سالبة أو غير صالحة للآدمية وأنها وحشية وأن التعذيب فيها لا يصف ومن جهته قال المحامي على شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن قضايا التعذيب بحاجة إلى وقفة مجتمعية ودولية تعمل على إنهاء مأساة العصر وأن المتسببين في قضايا التعذيب سيبقون محل ملاحقة قانونية وتضرقت الندوة التي شارك فيها نخبة من قيادات العمل الحقوقي في المنطقة العربية تطرقت إلى ضرورة إعطاء مساندة ضحايا للتعذيب أولوية قصوى من الدعم والمساندة وتعديد مسار العدالة الانتقالية التي على أساسها يوقف أي عنف وتعذيب وأنصاف الضحايا وتعويضهم واعتراف المذنبين بجرائمهم كما دعت الندوة إلى عدم نسيان مدى جسامة التعذيب الذي يلحق بأسر المعتقلين وذويهم حيث يبقون عرضة للانتهاكات والتعذيب والانهيار النفسي المستمر وطالب البيان أن تتحمل الآليات الدولية مسؤوليتها في التحقيق ومتابعة مرتكب الجرائم في اليمن والمناطق الأخرى